إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على سلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب كما أسأله جل وعلا التوفيق والتسديد في القول والجواب نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات فضل أخي محمد السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله رحمة الله فضل محمد السؤال الأول ماء زمزم لما شرب له في حد أحد يقول عفوا أعد 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 ماء زمزم لما شرب له أي في حد قال أنه لازم مثلا لو تشرب الشفاء تشرب شهرين وكل يوم لترين وتقول دعاء معين هل في شيء بالشكل ده أو بس بالنية إن شاء الله السؤال الثاني الكمعة علاج للعين العين مقصود العين العضو والعين الحسد إن شاء الله سؤال نعم فضل الصالح اللون في النهاية في تفصيل خلق الأرض والسماوات بس لو جمعتها يكون الأيام أكثر من ستة أيام ثلاثة أيام فكيف الجمع مع الآية الثانية اللي هي خلق السماوات الأرض في ستة أيام ثم ساء العرش إن شاء الله سؤال الأخير الوالدة تسأل في سورة الأنعام آية الوضوء لماذا ذكر أنه بالأرجل المسح لكن الناس تغسل الأرجل ومسحوا برؤوسكم ورجلكم نعم إن شاء الله يا محمد حياكم الله فضل يوسف علي السلام عليكم عليكم السلام شيخ علي ثلاثة سنة فضل يوسف سؤال أول شيخ حد الأقارب حرم تسأل تقولي يا شيخ إنه مزوجة وزوجة يعطيها مصروف حوالي ألفين درهم وهي عندها ولد وعمتها أم زوجها تعطيها من الزكاة هل يجوز أن تأخذها أو لا من اللي يعطيها من الزكاة عمتها أم زوجها فهي تقول إنها محتاجة أنا قلت لها لا تأخذين فهي تقول لا إنها محتاجة لأقراض ولدها لأن زوجها ما يعطيها غير الألفين درهم طيب هل تأخذها أم لا يا شيخ إن شاء الله سؤال الثاني شيخ في البسملة يا شيخ يكون في صلام على الإمام هل أقول البسملة بعد دعاء الاستفتاح أو بعد ما يقول الإمام والبضالي أقرأ سورة الحمد وصورة الفاتحة وأقول البسملة إن شاء الله سؤال الثالث شيخي ما حكم المرأة الذي تلبس العباء القصيرة بحيث أن يبان طعبها القدم من فوق باطل القدم يعني إذا نصحتها وتقول هذه الموضة وهذا الكلام فما نصيحتك يا شيخ في هذا الأمر إن شاء الله يسر وهل يا شيخ تعتبر مركاسيات العارية أم لا إن شاء الله بارك الله فيك شيخ طيب الأخ محمد من العين بارك الله فيه يسأل يقول حديث ماء زمزم لما شريب له هل هناك طريقة معينة مثلا من حيث الزمن فترة الزمنية شهرين يشرب يوميا لترين شيء من هذا القبيل محمد بارك الله فيك صحى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ماء زمزم لما شريب له وصحى أيضا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عن الصحابة الكرام تحديد كمية معينة من الشرب أو فترة زمنية يستمر فيها الإنسان يشرب من هذا الماء ولذلك ثبت عن كثير من العلماء أنهم كانوا يشربون من ماء زمزم يسألون الله عز وجل ما يريدون منهم من يسأل الله العلم منهم من يسأل الله الشفاء من مرض وقع به ولذلك ليس هناك فترة زمنية محددة ينتهي إليها الإنسان ولا كمية معينة يشربها ويتوقف وإنما لو استمر طوال عمره ودهره انتيسر له ماء زمزم فهذا شيء طيب إن لم يتيسر له يشرب ويسأل الله عز وجل حاجته عندما يشرب من ماء زمزم محمد يسأل عن الكمأ يقول هل هي علاج للعين التي هي العضو أو الحسد محمد بارك الله فيك بالنسبة للكمأ اللي يسمونها الناس الآن الفقع ورد فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث ثابت صحيح في فضلها وبالنسبة للعضو المقصود به هنا العين الباصرة العين الباصرة ولذلك نص العلماء على أن على أنه يستشفى بماء الكمأ بطريقة معينة ليست طريقة فوضوية لا وإنما بطريقة معينة ذكرها شراح الحديث بارك الله فيك وليس للعين علاقة بمسألة الكمأ محمد يسأل يقول بالنسبة لتفصيل خلق السماوات والأرض يقول يعني إذا حسبنا بعض الأيام تختلف يعني إذا جمعناها يصير زيادة على ستة أيام محمد بارك الله فيك ورضي عنك بالنسبة لخلق السماوات والأرض جاء تفصيله وبيانه في كتاب الله عز وجل ولذلك ترجع إلى الآيات القرآنية وتتأمل فيها وتنظر في سياق الآيات في سياق الآيات فالله تعالى لما خلق الأرض خلقها قبل السماوات وخلقها في يومين وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام ولذلك الأربعة أيام ليست هي تجمع مع اليومين وإنما من ضمن الخلق من ضمن الخلق أربعة أيام بالنسبة لخلق الأرض وتقدير الأقوات فيها مما هو في باطن الأرض فارجع إلى كتب التفسير وانظر فيها تجد كلام أهل العلم ظاهر محمد من العين يقول الوالدة تسأل بالنسبة لآية الوضوء الواردة في قول الله الوارد ذكرها في قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم إلى الكعبين تقول لماذا جاء ذكر مسح رجلين هنا في الآية مع أنها تغسل أنهما يغسلان محمد بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة بالنسبة لآية الوضوء ليس فيها مسح القدمين وإنما فيها غسل القدمين وأعضاء الوضوء أربعة الوجه واليدان والرأس والقدمان وبالنسبة لأعضاء الوضوء الذي يمسح هو الرأس فقط أما الوجه واليدين والقدمين فيغسلان وهذه طبعا بالنسبة لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم فهنا الواو معطوف على ما قبل مسح الرأس لأن الله تعالى قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم والمعنى يكون وأرجو لكم وأرجو لكم ولما جاء ذكر المسح بين المغسولات هذا لفائدة لأن العرب لا تفرق بين متماثلين إلا لفائدة وهي وجوب الترتيب ولذلك أخذ جمهور أهل العلم على أن الترتيب فرض على أن الترتيب بين أعضاء الوضوء فرض هذا قول جماهير أهل العلم لهذا المعنى لهذا المعنى لهذا المعنى ومن ذهب إلى قراءة الخفض لأن قراءة صحيحة وامسحوا برؤوسكم وأرجو لكم قالوا إذا كانت الرجل مغطى مغطى بخفين جوربين جرموقين لفافتين يمسحان وهذا معنى دقيق هذا معنى دقيق وهناك معنى آخر ذكره بعض العلماء قالوا لما كان أغلب الناس يسرف في غسر القدمين يسرف الماء في غسر القدمين ناسب أن تذكر بعد المسح حتى يخفف الإنسان من استعمال الماء ومن عدم الإسراف وكل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكروا أبدا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمسح قدميه وهما مكشوفتان وإنما كان يغسلهما مع الكعبين أما إذا كانت مغطاتين كما في حديث المغير بن شعبة قال أهويت لأنزع خفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فإذا كانت مغطاتين مثل ما ذكرت يمسحان بارك الله فيك وفي الوالدة يوسف من عجمان يقول لأمرأة من أقارب تقول بأن زوجها يعطيها مصروف ألفين درهم شهريا يقول يوسف بأن قالت له بأن عمتها تعطيها من الزكاة فهل يجوز لها أن تأخذ؟ يوسف بارك الله فيك بالنسبة للمرأة نفقتها على زوجها واجبة ولا يجوز لها أن تأخذ من الزكاة ما دام أن زوجها يعطيها النفقة وبالنسبة لألفين ألفين درهم كثيرة جدا للمرأة إذا كانت لها خاصة وليست لمصاريف البيت كثيرة جدا ويكفيها ولا يجوز لها ويحرم عليها أن تأخذ من الزكاة لأن نفقتها على زوجها واجبة فإذا كان الواقع أن زوجها يعطيها ألفين درهم مصروف شهري لها تشتري بها أغراضها الخاصة هذه فيها كفاية وزياد أما إذا كان لا قال لها ألفين درهم هذه كل مصاريف البيت من الأمور المطبخ من فواتير الكهرباء والماء مثلا من فواتير الهاتف لا لا تكفي في هذا الوقت لا تكفي ولذلك يجب على زوجها أن يزيد من المصروف يجب على زوجها أن يزيد المصروف ولا يجوز لها أن تذهب لتأخذ الزكاة بهذا المعنى لكن تخبر زوجها بأنه ينفق عليها ويزيد المصروف أو تقول له أن تحمل مصاريف البيت وعطني حقي فضلي علي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالكم الشيخ؟ عساكم بخير بخير ونعم وفضل السؤال طول عمرك طب الحين أنا أريد أسير العمرة أفرض أسير العمرة يعني لا دم أبلغ الأهل ورباقتي أستودعهم أقولهم سمحولي شداء شداء ولا يوم أسير أركب الطيارة أدي أعطى رجال أمسج أنا أنا بسير وسمحولي إن شاء الله أبشري علي أبشر ربي بشرك بخير إن شاء الله وياك جاك الله خير مرحبا من؟ صدنا مصطفى أيوة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله عافية شيخي حياك الله السؤال الأول في حال دا أقضي صلاة الفرض هل يجب إقامة الصلاة؟ في حال ماذا أخي؟ دا أقضي صلاة الفرض عندي قضاء صلاة فرض قضاء؟ أيوة عندك تشويش يا أخي مصطفى الله يرضى عليك لو سمحت في حال قضاء صلاة الفرض أيوة هل يجب إقامة الصلاة؟ طيب أبشر سؤال ثاني ابنتي عندها قضاء رمضان وجاء رمضان ولم تقضي فما حكم ذلك من هذه؟ ابنتي ابنتي نعم إن شاء الله السؤال الثالث عندي مال أحال عليه لحولي ولكن دفعه والدي في بلديه من فلوسي الخاصة ما أحب من ذلك يعني الوالد هو الذي دفع الزكاة؟ أنا هو أخرج زكاة عني من ماله وليس من ماله وأخبرك بهذا؟ أكيد أكيد طبعا أخبرك أي شام أي شام أهلا وسهلا فضل يا علي سلام عليكم عليكم السلام أحمد الله يا حاند يا حاند يا حاند أربعة سنة فضل سؤال الأول لما ذكر الخمر والميسر قال قال الله تعالى أقول فيه هو أثم كبير ومنافع للناس ما المقصود منافع للناس في هذا الآن طيب سؤال الثاني بالنسبة للمأموم في صات التراويح إذا صلنا أذر فنصرف يعني أو انتقد وضوءه راح يتوضع أو يام التأخر فاتته بعض الزكاعات خضاء هل تكتب له قيام ليلة شاملة شاملة سؤال الثالث بالنسبة لبعض الأكلات والبعض المشهودات يعني بعضها ما يعقب ما نعقلها ما تعقبنا يعني هل ندخل في هذه الآية لا تحرموا طيبات ما أحلى الله لكم أم هذا طيب سؤال الرابع هل نزيف الدم من الأنف يفطر الصائع أم لا إيش هذا نزيف الدم من الأنف نزيف الدم من الأنف ها أيضا شاء الله أشكرا بارك الله فيك مرحبا يا علي طيب أرجع إلى الأسئلة يوسف من عجمان بارك الله فيه يقول أن لما أريد أن أقرأ البسملة في الصلاة هل أقرأها بعد دعاء الاستفتاح أم عندما ينتهي الإمام أريد أن أبدأ قراءة الفاتحة يوسف بارك الله فيك بالنسبة للبسملة تابعة لسورة الفاتحة وليست هي تابعة لدعاء الاستفتاح فأنت إذا قلت الله أكبر تأتي بدعاء الاستفتاح ثم تنصت للإمام تنصت للإمام فإذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة تقول أنت بعد ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتقرأ في الركعة الثانية تبسمل فقط دون الاستعاذة لأن الاستعاذة تكون في الركعة الأولى الاستعاذة تكون في الركعة الأولى فقط لأن الاستعاذة مشروعة في بداية القراءة والقراءة في الصلاة واحدة القراءة في الصلاة واحدة فتقول في الركعة الأولى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في الركعة الثانية تأتي بالبسملة فقط دون الاستعاذة وتأتي بها بعدما ينتهي الإمام ولا تأتي بها ولا تأتي بها مع دعاء الاستفتاح يوسف يسأل يقول ما حكم المرأة التي تلبس العباء القصيرة ويعني لما تنصح تقول هذه هي الموضة هل هذه المرأة تدخل ضمن الكاسيات العاريات يوسف بارك الله فيك أولا بالنسبة للمرأة يجب عليها أن تستجيب لله وأن تستجيب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك أن المسلم والمسلم لا يجوز لهما أن يعصي الله ورسوله ومن ذلك أن الله تعالى أمر بطاعته وبطاعة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ونهى عن معصيته وعن معصية نبيه يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ويقول جل وعلا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم قل جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظة وأمر الله جل وعلا بالاستجابة له والاستجابة لرسوله قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم معلموا أن الله يحول بين المرأ وقلبه وأنه إليه تحشرون ونهى الله جل وعلا المؤمن أن يتخير بين هواه وبين مراده وبين رغبته وبين مراد الله ورسوله قال جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وبالنسبة للطاعات والعبادات وبالنسبة للمعاصي والمحرمات معروف منها ما يتعلق بلباس المرأة فالمرأة يجب عليها أن تستجيب لله ولرسول الله صلى الله عليه وعلا فيما يتعلق باللباس لأن الله تعالى الذي خلقها أمرها ونهاها أمرها بالحجاب أمرها بالستر ونهاها عن التبرج قال الله جل وعلا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى قل جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاب بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيم قل جل وعلا وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب قال جل وعلا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهم والنبي عليه الصلاة والسلام بين ما أنزل الله عليه من هذا الأمر بيانا واضحا حتى أن الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن فهموا ذلك فهما ولذلك بادروا إلى امتثال أمر الله ولم يتأخروا لحظة ولم يتلجلجوا ولم يترددوا وإنما استجابوا لله هذه محبة الله عز وجل ولذلك يقول جل وعلا آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسل وقالوا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن لبسنا اللباس الساتر وامتنعنا عن كل ما فيه تبرج أو سفور أو إظهار شيء من البدن لأن الله تعالى حتى المرأة التي تلبس الخلخال في ساقها في ساق قدمها في ساق رجلها نهاها أن تضرب بالخلخال حتى يسمع الرجال صوت الخلخال قال جل وعلا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُولِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنْ الله أكبر إلى هذا الحد لذلك المرأة مأمورة بالاستتار وإذا خرجت للشارع وإذا خرجت إلى السوق أما بين نسائها فتلبس ما تشاء في حدود المعروف أما عند زوجها فتلبس ما تشاء مع زوجها أما بين محارمها تلبس ما تعارف الناس على لبسه لكن إذا خرجت يجب عليها أن تستتر وأن تتق الله عز وجل في ذلك والمرأة التي فعلا هي تقول أنا مستسلمة لله ولرسول الله هي التي تمتثل مثل هذه الأمور أما قضية الموضة وما الموضة المسلمة ما تتبع الموضات المسلمة دائما تقلد يعني من تمسكت بدين الله بشرع الله بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام طبيعة شخصية المسلم وشخصية المسلمة شخصية يعني فيها اعتزاز فيها اعتزاز وفيها قوة وفيها يعني انصح التعبير استقلالية استقلالية بمعنى أن الإنسان لا يكون ضعيف مهزوم مترهل يقلد الناس في الخير والشر لا يقلد الناس في الخير أما في الشر لا أما في الغلط لا أما في الخطأ لا ولذلك ورد في الأثر لا يصح مرفوعا أو صححه بعض العلماء موقوفا لا لا يكون أحدكم إن معه يقول أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت أسأت ولكن وطنوا أنفسكم من أحسن الناس أحسن ونساء وإن تجتنبوا إساءتك فالموضات والصرخات هذه ما تنفع يوم القيامة يعني هذه المرأة إذا جاءت يوم القيامة وتسأل لماذا أنت ما يهتميت بحجابك ماذا يكون جوابها لابد أن تعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا ماذا تقول لربها تقول والله الموضة الصرخة الناس واللهم اللي يفعلون كذا أنت أمرت بأن تقلد الناس ولا تتبعي كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام قال صنفاني من أهل النار لم أرهما بعد وذكر أحد الصنفين ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا ولذلك الإنسان على نفسه بصير يعني ما يتحمل أحد ذنبك أنت لو جيت يوم القيامة وقلت والله أنا شفت يعني موضة ما ينفعك عند الله عز وجل يعني هذا ليس دليل ولا حجة تحتجن بها عند ربك عز وجل الله عز وجل أعطاك عقلا وسمعا وبصيرا وهداك النجدين أعطاك سمعا وبصرا وعقلا وإرادة وهداك النجدين ما ينفع هذا يوم القيام لكن انظري إلى الناجي كيف نجع لا تنظرين إلى الهالك كيف هلك ولذلك أخي الفاضل يوسف بارك الله فيك بالنسبة لهذه المرأة عليها أن تراجع نفسي يعني بعض الناس الآن كأنها في تحدي مع المجتمع تحدي مع الناس لا أنت ما تتحدي معها أنت لست في مقام تحدي أنت مقام تحدي مع ربك ومع نبيك صلى الله عليه وسلم الناس ما يضرهم شيء الناس لن يضرهم شيء لأن لا يحملون أوزارك يوم القيام ولا يسألون عنك يوم القيام يسأل عنك وليك إذا نصحك وعظك وذكرك بالله عز وجل وأمرك ونهاك فقط يعني بعض الناس الآن يعتقد بأن والله إذا ارتكب شيء خلاص لا أنت لن تضر الله شيء ولن تضر الإسلام شيء ولن تضر إلا نفسك من اهتدى فإنما يهتديني نفسي ومن ضل فإنما يضل عليه أسأل الله تعالى أن يفتح على قلوب الجميع علي من العين يقول أنا رايح العمرة إن شاء الله يعني يقول كيف أستسامح مع مثلا أهلي وأستودعهم يقول الآن ولا في الطيارة علي بارك الله فيك أولا بالنسبة للمسلم يجب عليه على الدوام والاستمرار أن يطلب الحل ممن ظلم أو أخطأ في حقه وينبغي له أيضا أن يطلب المسامحة ممن قد يكون أخطأ في حقه ما يدري ولا يجعل هذا الأمر موسمي أو وقتي أو لظرف معين نرى بعض الناس الآن يترك العفو والصفح وطلب المسامحة إلا إذا جاي حج طيب الإنسان لا يدري متى يلقى رب عز وجل و لذلك الإنسان يحمل في صدره سلام عالمي لأهله و لحيه و لجماعته و للناس ذاك الله عز وجل يقول و الكاظمين الغيظة و العافين عن الناس و الله يحب المحسنين يقول جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمنه يقول جل وعلا ألا يقول جل وعلا فاصفح الصفح الجميل النبي عليه الصلاة و السلام كان من أكثر الناس صفحا و عفوا صلى الله عليه و عليه وسلم و كان يقول إن الله عفو يحب العفو و لذلك أخي الفاضل خلي هذه عادة لك و طبع على أنك دائما تسامح الناس و تطرب من الناس يسامحونك إذا كان بينك و بينهم معاملات و احتكاك و اصطكاك و شيء من هذا القبيل أما إذا جاء الإنسان يسافر للحج أو العمرة طيب أن يودع سواء قبل السفر بيوم بيومين عند السفر في الطيارة ما عندنا وقت ما عندنا وقت حتى لو وصلت مكة و قلت لهم سامحوني أنا في الحرم أنا الآن أدعو لكم كل واحد دعوة خاصة طيب بارك الله فيك و يسر الله عمرتك يا أخي علي أضاء صلاة الفرض يعني هل يعني يجب علي أن يقيم الصلاة مصطفى بارك الله فيك بالنسبة لإقامة الصلاة واجبة فالراجح من قول أهل العلم و لذلك من أراد أن يصلي صلاة فريضة سواء مؤدى في الوقت أو مقضية بعد خروج الوقت فإنه يقيم لها بالنسبة للذكر بالنسبة للذكر البالغ يقيم للصلاة أما المرأة أما الأنثى فلا تقيم لصلاة الفرض الأخ مصطفى يقول عندي بنتي عندها قضاء من رمضان و ما قضت ماذا عليها أخي مصطفى بارك الله فيك اللي عليها أولا القضاء تبادر إلى قضاء أيام رمضان الفائت أو الذي قبله يجب عليه لأن ذمتها مشغولة بهذا القضاء وسيسألها الله عز وجل عن ذلك يبقى السؤال لماذا ما قضت هذه الأيام حتى دخل عليها رمضان الحالي فإن قلت لي بأنها تقول هي ما استطاعت شغلت مرضت سافرت حصل كذا و كذا ما عليها إلا القضاء تقضي فقط أما إذا لا تساهلت وتهاونت وتكاسلت و دخل عليها رمضان و تفاجأت و عليها أيام و دخل عليها رمضان أو قبل أكثر من رمضان تقضي و تطعم عن كل يوم مسكين تقضي و تطعم عن كل يوم مسكين عدد الأيام اللي تقضيها بارك الله فيك و فيها مصطفى يقول عندي ما الحال علي الحول و قام الوالد و أخرج الزكاة عني بعلمي ما حكم ذلك مصطفى بارك الله فيك بالنسبة للأصل أن الإنسان يخرج زكاة ماله من ماله هذا هو الأصل لكن إن تبرع له قريب أو صديق أو حبيب أو والد أو أم مثلا و أخبره بذلك و استحضر نية الزكاة لا حرج في ذلك فالراجح من قول أهل العلم فما دام أن الوالد قال لك أنا سأخرج زكاة مالك فهذا التبرع منه كأنه قال لك خذ هذا المبلغ فقمت أنت و أخرجت زكاة مالك من هذا المبلغ ما دام أن النية قد توفرت بارك الله فيك و في الوالد علي من عمان يسأل عن قول الله عز وجل في الخمر قال و منافع للناس و منافع للناس يقول كيف يكون الخمر فيه منافع للناس علي بارك الله فيك طبعا بالنسبة لي الخمر تحريم الخمر مرة بمراحل مرة بمراحل جاءت المرحلة الأخيرة و هي الاجتناب الذي هو أقوى أقوى ألفاظ التحريم و هو الاجتناب لذلك قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر و الميسر و الأنصاب و الأزلام و رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة و البغضاء في الخمر و الميسر و يصدكم عن ذكر الله و عن الصلاة فهل أنتم منتهون و ما جاء في الآية التي قبلها لذكر المنافع هي التجارة التجارة هذا المقصود به التجارة و لذلك العرب قديما كان يتاجرون في الخمر و الخمر تأخر نزول تحريم الخمر و لذلك يقول أنس رضي الله عنه كنت ساق القوم عند أبي طلحة أبي طلحة هذا زوج أم أنس اللي هي أم سليم زوج أم أنس اللي هي أم سليم فنزل تحريم الخمر فجاء رجل من الصحابة رضي الله عنه فأخبرهم يقول كنت ساق القوم أخبرهم بتحريم الخمر قال فأمرني أبو طلحة أن أكسر دنان الخمر فأتيت إلى حجر عندهم اللي يطحن عليه يقول فأتيت إلى حجر فضربت بها أسفل الدنان الدنان هي مثل البراميل لكنها من فخار فضربت بها أسفل الدنان فأريق الخمر فكان هناك تجارة رائجة بالنسبة للخمر و لذلك قال جل وعلا و إثمهما أكبر من نفعهما فإثم شرب الخمر أكبر من التجارة فيها بارك الله فيك تفضل يوم شهد دعم فضلك يا شيخ السلام عليكم عليكم السلام و رحمة الله و بركاته يا شيخ سألتك سؤال و ما جاوبتني بحلص الوقت جاوبتك أمس يا مشاهد أنت ما حضرت حلقة أمس بلا ترييتها لكن ما شفت أي دواب أول سؤال أول سؤال سؤالك أنت أجبت عليه و اعتذرت وقدمت اعتذار قلت سامحين يا مشاهد نسيت ما كنت أمس أمس أول حلقة و عندي شهودها عائل خلاص سامحني عائل أمس ممكن أنا ما كنت موجودا سي ما كنت بعيدك اللي هي بنتك المطلقة أنا حتى اللي بعدها أنا شفتها و كنت أثري الجواب و ما يعطني الجواب لا هو الحلقة اللي أنا نسيت اليوم الثاني و انتبهنا فيما بعد لكن أجبت أمس أول جواب هو سؤالك أنت هي لقصدك بنتك المطلقة أي وقت طيب أبشر إن شاء الله بعيد لك اليوم إن شاء الله شكرا لك الله خير مرحبا فضلي ماهر السلام عليكم عليكم السلام جزاكم الله خير يا شيخ سؤالي بالنسبة لمعاملة بنكية في خدمة في بنك إسلامي اللي تأخذ الراتب المسبق اللي هو يعني راتب مقدم نعم فالحين البنك يعني عامل زي عرض إنه هذا الرسوم اللي هيأخذها نتيجة لأنه أأخذ الراتب هيسترجع ليها بعد ثلاثين يوم فإذا عملت هذه المعاملة هل فيها يعني ربا ولا يسترجعها بعد ثلاثين يوم نعم طيب إن شاء الله يا ماهر جزاكم الله خير أهلا وسهلا فضليا سارة عليكم السلام عليكم عليكم السلامة الله الشيخ لهذا كلافي أنا عندي سؤالين تفضل أختي السؤال الأول مرأة اللي كانت على جنابة يعني بعد إجماع وكذا ومسحت على شعرها وغسلت بدنها فقط مسح الشعر خلخلت يعني أطابحها فقط يعني بدون ما يصب عليه الموية أي السؤال الثاني السؤال الثاني لما يجي طيوف أو أحد وتكون المرأة ماسكة سبحة أو رجل هل هذه ريا يعني ريا يعني كيف كيف يا سارة كيف كيف عفوا لما يكون مسباح في يدها مسباح أيوة أيوة هل هاريا يعني إحنا تسبح قدامهم يعني قصدك مسباح في يدها ودخلوا ناس وتكمل تسبيحها ولا تتركها علشان الرياء يعني قصدك أيوة طيب إن شاء الله يعطيك العافظ الله يعافيك طيب علي من عمان بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للشخص الذي يصلي صلاة التراويح وحصل له ظرف مثلا انتقد وضوء راح يتوضى ولا مثلا أدرك الإمام في بعض الركعات مثلا يقول هل يكتب له قيام ليلة علي بارك الله فيك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة أو كتب الله له قيام ليلة بالنسبة للشخص الذي حصل له ظرف عذر شرعي للخروج وهو انتقاض الطهارة فيذهب يتوضى ثم يعود يعني يكون يصدق عليه بأنه قام مع الإمام حتى ينصرف لأن هذا أمر ليس باختياره ولا بإرادته أما إذا كان لا أتى متأخرا بسبب التكاسر والتهاون فهو قام ليلة لكن ليس أجره كأجر من جاء مبكرا وبدأ مع الإمام من أول الصلاة فهناك فرق ولذلك فرق بين من يأتي من أول الصلاة حتى صلاة الفريضة من حيث الأجر يأتي من أول الوقت مثلا أو يأتي من أول الصلاة ويدرك تكبيرة الإحرام وبينه وبين الشخص يأتي بالركعة الثانية والثالثة أو الرابعة أو يأتي متأخر ففرق بين هذا و ذاك علي بارك الله فيه يقول أحيانا بعض الأكلات والمشروبات يقول ما تعجبنا و ما نحبنا أكلها هل ندخل تحت قول الله تعالى لا تحرم طيبات ما أحلى الله لكم علي بارك الله فيك الجواب لا الجواب لا فرق بين أن تحكم على أمر حلال بالتحريم و بين أن لا ترغب في أكل شيء من الحلال ففرق بين هذا و هذا النبي صلى الله عليه و سلم وضع الضب على مائدته فرفع يده صلى الله عليه و سلم فرفع الصحابة أيديهم فقال لهم ما لكم قالوا يا رسول الله رأيناك ما أكلت فقال إني لا أجده بأرض قومي و في لفظ أجد نفسي تعافى يعني ما أجده بأرض قومي فاجتره خالد رضي الله عنه وأكله خالد بن وليل فكون الإنسان ما يرغب في الطعام ما يعني أنه هذا حرم الطعام تحريم غير يا علي بارك الله فيك التحريم أن تحكم على الخبز بأنه حرام التحريم أن تحكم على لحم الضأن أو الإبل أو البقر بأنه حرام هذا هو التحريم الخطير هذا اللي والعياذ بالله ذكره العلماء من النواقب أنك تحرم الحلال أنك تحرم الحلال أما شخص الناس تختلف أذواقها فيه ناس يحبون أن يأكلون الرز فيه ناس ما يرغب أن يأكل الرز فيه ناس ما يأكلون لحم أصلا نباتيين مثلا هل نقول أنهم يحرمون لا ولذلك الإنسان إذا ما رغب طعام لا يكرهه أمام الناس لا يقول أنا هذا موزين أو كذا انتبه هذه مسألة مهمة هذه تدخل ضمن السلوك والأدب لذلك النبي عليه الصلاة والسلام من هديه كان إذا أحب طعام أكله وإذا لم يحب هذا الطعام تركه ما يقول شيء صلى الله عليه وسلم ويجعل الناس يأكلون لأن بعض الناس الأسف يعني يفتقد إلى الذوق الرفيع والأدب فلما يوضع طعام يبدأ يقول إيش هذا الطعام هذا موزين هو يقصد نفسه أنه ما يحب هذا الطعام فيكره الطعام عند الآخرين وهذا غلط وخطأ ويتنافى مع الآداب الإسلامية الإنسان إذا قيل له ليش ما تأكل يقول والله ما لي رغبة مثلا هو ما يحب الطعام هذا ما يحب بعض الناس ما يحب السمك مثلا فإذا جاء وضع على المائدة ما يقول أنا والله ما أحب السمك والسمك كذا لا يترك الناس تأكل يقول أنا والله ما لي رغبة الآن في الأكل أو شيء بارك الله فيك علي علي يسأل يقول بالنسبة للرعاف من الأنف نزيف الأنف هل يفطر الجواب لا يا أخوي علي بارك الله فيك بالنسبة لأي جرح ورعاف يخرج من بدن الصائم لا يفطر يعني سواء خرج من الأنف خرج دم من الأنف أو من الفم أو جرح الإنسان فإن صومه صحيح لا يضره الكلام على قضية أن الإنسان يتبرع بالدم هذه المسألة الخلافية اللي يذكرها العلماء فمن ذهب إلى أن الحاجم والمحجوء يفطران قالوا هذا يلحقونه بالحجامة و أما من قال بأن الحجامة لا تفطر قالوا لا يضر و لذلك الرعاف هذا لا يفطر الصائم أهم شيء أنه يلفظ هذا الشيء خارج فمه فيما لو إذا وقع أو دخل إلى فمه أم شاهد من الشارقة طبعا تقول ما سمعت الجواب طبعا أنا ذكرت بالأمس جوابي على الأخت أم شاهد في أول الحلقة لأن نسيناها فعلا أختي الفاضلة أم شاهد بارك الله فيك بالنسبة لي معني أنا أطلت الجواب فصلت فيه تفصيل طويل لكن عموما بالنسبة للمطلقة طلاق رجعي ما تخرج من بيت زوجها و لا يجوز لزوجها أن يخرجها من بيته لقول الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتينا بفاحشة مبينة الأمر الثاني المرأة المطلقة طلاقا رجعيا تتزين وتتجمل لزوجها وتتعرض له لغرض أن يراجعها و ذكرت أنا بالأمس قلت حتى لو أن يجوز لطليقها أن يخلو بها أن يسافر بها هما مطلقان يعني ما دام في العدة أهم شيء يكونان في العدة و يطلع فيها للسوق يروحوا إياها المطعم مثلا و يخلو بها في البيت فإذا اغتسلت من الحيضة الثالثة إذا كانت من ذوات الأقراء الحيضة الثالثة اغتسلت منها خلاص أصبحت أجنبية عنه أو كمل الثلاث أشهر إذا كانت من الآيسات أصبحت أجنبية عنه إذا لم يراجعها أما إذا راجعها فهي زوجة و يبقى له طلقتين أو يبقى له طلقة إذا كانت هذه الطلقة الثانية إذا كانت هذه الطلقة الثانية و لا يجوز لها أن تخرج إلا بإذنه إلا إذا كان مثلا أصرا الزوج ما يتحملها لأنها كما قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتينا بفاحشة مبينة قال العلماء الفاحشة المبينة هنا سبل أهل الزوج هذا من أوجه التفسير قالوا بأن تكون المرأة سليطة اللسان تسب والدي الزوج تسب أخوان و أخوات الزوج مثلا أو الزوجة أصرا متضررة ما تتحمل البقاء مرت بحالة نفسية مرت بأزمة نفسية مثلا بقاعة في البيت يزيد من توترها يزيد من عصبيتها يزيد و ممكن أن يكون الزوج مضار بحيث أنه ممكن يضربها أو شيء نعم لها أن تخرج أما إذا كانت باء بينونة يعني خلص بانت من زوجها فإن زوجها ليس له الحق فيها و إنما هو خاطب من الخطاب و لا يجوز التصريح بخطبة المعتدة المعتدة يعني الباء بينونة صغرى أو كبرى أما الرجعية فيحرم التصريح و التعريف لأن زوجها كيف الواحد يقول لإمرأة متزوجة أريد أن يتزوجكي ما دام أن في فترة الانتظار اللي هي العدة الشرعية ما يجوز لا التصريح ولا التعريف أما إذا كانت باء فيجوز التعريض دون التصريح التلويح دون التصريح يعني يرسل شخص مثلا يرسل أمة يرسل أخته يقول لها فلانة إذا انتهت من العدة تخبركم مثلا هذا يسمون تعريض يعني إذا ينتظرون حتى تنتهي عدة حتى يتقدم لها بالنسبة للمطلقة ليست كالمتوفى عنها زوجها يعني المتوفى عنها زوجها تتجنب خمسة أشياء الطيب و الكحل و لبس الذهب و الثياب الجميلة و الخروج من البيت ما تخرج إلا لضرورة أو حاجة المطلقة لا ما لا علاقة بها ما لا علاقة بها فترة العدة ما تتعرض للخطاب و لا تتجمل للخطاب ما يجوز لها ذلك لكن لو حبت أنها تروح زواج ما في بأس لو راحت زواج لو حبت أنها مثلا تشارك في حفلة ما في بأس لكن تتعرض للخطاب لا هذا لا يجوز بارك الله فيك ماهر بن عجمان يقول عندي معاملة في معاملة بنكية من مصرف إسلامي ما يسمى بالراتب المقدم أو المسبق يقولون في عروض يعني إذا بالنسبة للرسوم يرجعونها لك بعد ثلاثين يوم أخي ماهر بارك الله فيك بالنسبة للمصارف الإسلامية كل مصرف من المصارف الإسلامية فيه هيئة شرعية فيها مجموعة من العلماء مجموعة من طلاب العلم فأنا غير محيط بمثل هذه المسألة وأكيد المصرف الإسلامي يعني ما أصدر هذه المعاملة إلا بعد فتوى إلا بعد فتوى أو قرار فأنا أنصحك يا أخي الفاضل تراجع نفس البنك تقولوا عطوني الفتوى أو القرار من الهيئة الشرعية لتنظر فيه لتنظر فيه حتى يطمئن قلبك بارك الله فيك سارة من السعودية تقول يعني المرأة إذا كان عليها جنابة وغسلت جميع بدنها لكن شعر رأسها أدخلت أصابعها وخلخلت أو يعني خللت شعرها بأصابعها هل غسلها صحيح؟ سارة بارك الله فيك بالنسبة للجنوب سواء كان رجلا أو امرأة يجب عليه أن يعمم يعمم أعيدها مرة ثالثة يعمم بدنه بالماء ولا يترك موضع شعره من بدنه من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه إلا وقد أوصل الماء إليه ولذلك المرأة التي لا توصل الماء إلى أصول الشعر هذه ما اغتسلت ما اغتسلت من الجناب وعليها أن تتق الله وللأسف الشديد بعض أخواتنا يعني تسهلنا في هذا الأمر وفقط مجرد مس على أعلى الرأس حتى ما يعني يخترب الشعر أو يعني كذا هذا في الوضوء ممكن في الوضوء ممكن تمسحين بهذه الطريقة مثلا أو تمسحين بهذه الطريقة من الأمام ومن الخلف ممكن أما الغسل فلا يجب أن يصل الماء إلى منابة شعر الرأس إلى أصول شعر الرأس يجب أن المرأة تفيض الماء على رأسها أولا حتى تتأكد بأنه وصل إلى فروة الرأس وإلا ما اغتسلت من الجناب الإنسان إذا أجنب الجناب ما هي؟ الجناب حدث معنوي حدث معنوي يقع على جميع البدن بخلاف الطهارة الصغرى وصف أو حدث معنوي وصف معنوي يكفي فيه غسل أعضاء الوضوء ما يغسل الإنسان بدن كامل بالنسبة للطهارة الصغرى أما الجنابة فلا الجنابة تعم البدن كاملا ولذلك أوجب الشارع الحكيم أن يغسله البدن كاملا نعم تفضل ما أسمع طيب يلا سارة في سؤالي الثاني تقول أحيانا يكون بيدي مسباح ولما يدخل ضيوف تقول في هذه الحالة ماذا أعمل هل أكمل التسبيح أم لا أتوقف أخت سارة بارك الله فيك هذا يرجع إلى نيتك وقصدك وإذا كان والله تخشين من الرياء أو تخشين عفوا من العجب تعجبين بعملك وفعلا يصبح عندك زهو أن الناس يشوفونك لا اجتني بهذا أخفي مسباحك واجتني بهذا أما إذا كان لا ما يمثل عندك شيء ويعرفون الناس الحمد لله أنك دائما تسبحين وكذا ما في بأس في مثل هذه الحالة أنك تكملين تسبيحك فضل أبو خالد السلام عليكم يا شيخي عليكم السلام ورحمة الله كيف حارس سيّد عياك الله يا أبو خالد عارس الله فيك عندي ثلاث سؤالات على تفضل أقول لك يا شيخي المرأة لما تولد بطريقة عملية يعني ما يشير عندها نجيلة من الرحم هل يجوز لها تصلي وتصوم يعني ما ينزل دمها ما ينزل دم يعني عملية جراحية بطن يعني نعم إن شاء الله سوالي الثاني إذا الإمام في يوم الجمعة يقرأ لي سورة الكهف في فرض معين مثلا فرض المغرب يعني يتعود دائما يعني وفي يوم الجمعة يقرأ لي من سورة الجمعة إذا من سورة الجمعة في صلاة الفقر دائما كل جمحي يعني إن شاء الله سوالي الثالث مسمحتي إذا كان لي عندي والد وفي الله يخبر الله يرحمه ورسلت عنه عمره أحجه وعمره رسلت قبل روح الروحي وبعدين أنا رحت وإعتمرت الروحي والحين أبا روح أعمر عن أبوي يعني كيف يعني والوالد سبق أنه حج وإعتمر في حياته في حياته ما أعتمر ولا حج لكن رسلت له حجه وعمره وأنت سبق أنك اعتمرته وحجيت قبل لا قبل لا أرسل أول ما رايح الروحي رسلت له طيب أبشر يا أبو خالد وبعدين روح حجيت وإعتمرت إن شاء الله والحين السنة إن شاء الله في ربان هذا رايح أعمر عن الوالد إن شاء الله وأحسنت جزاك الله خير والدعاء لنا إن شاء الله الله يوفقنا وإياكم وإياكم المقبولين يا رب فضي اليهود السلام عليكم عليكم السلام أفضل الله فضيلة الشيخ أعلم من كتاب التهارة في الآنية أنه لا يجوز لنا المسلمين الأكل في الآنية الذهبية والصدية لاحظت أثناء تسوقي لحاجات المنزل أنه أنا أرى على الأواني والصحون مكتوب عليها أنها مطلية في الذهب اللي هي النقوص التي تكون مرسومة على الكأس من فوق أو على دائرة الصحن فهل هذا يدخل من باب التحريم أيضا أم لا إن شاء الله جزاك الله خير أهلا وسهلا فضل أبو محمد السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام ورحمة الله بارك الله فيكم في علمك والله آمين إن شاء الله من المفصدين أنا رجل محسن وعندي طلب مني في دولة عربية طلب مني دار غرآن وعمل دار الغرآن ولكن يقولون الناس المدرس هذا يأخذ مننا فلوس شيء رمزي قلت أنا ما لدي دعوة فيكم هل أنا على أي حاجة إن شاء الله أبو محمد وفيه سؤال ثاني الله سلمك أبو محمد أنت عينت مديرة في المركز ولا في الدار هو نفس هذا المدرس هو اللي متبرع فيه هو اللي سلمته كل شيء نفس هذا المدرس نفس مدرس غرآن وإيمان نسجد ورجل صالح ورجل فالح إن شاء الله طيب محمد سؤال الثاني يأخذ منه أمور رمزية يأخذ منه أمور رمزية وأنا ما لي دعوة في الموضوع كله ما لي دعوة فيه إن شاء الله والسؤال الثاني أنا أجي دائما بالأذان أي وقت أذان أجي بدري وإذا جئت أغرى القرآن أخذ المصحب مفتوح وتسنن هل علي شيء؟ إن شاء الله إن شاء الله بارك الله شكرا شكرا أهلا وسهلا طيب أرجع للأسئلة خلاصنا من الأخت سارة أبو خالد من عمان بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة للمرأة التي تلد بعملية قيصرية ولا ينزل معها دم هل يجب عليها الصلاة والصيام؟ الجواب نعم أي امرأة ولدت وما نزل معها دم دم النفاس الطبيعي فإن يجب عليها أن تصوم وأن تصلي وأن تمارس عباداتها بشكل طبيعي لأن الشارع الحكيم علق الأحكام على وجود الدم والدم الآن غير موجود ويسألونك عن المحيط قل هو أدم فاعتزلوا النساء في المحيط والنفاس كالحيط بارك الله فيك أبو خالد يقول إمام المسجد يقول عندنا أحيانا يوم الجمعة يقرأ سورة الكهف في صلاة المغرب وفي فجر يوم الجمعة دائما يقرأ سورة الجمعة يقول ما حكم ذلك أبو خالد بارك الله فيك أولا بالنسبة لقراءة ما زاد عن الفاتحة سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك الركن هو قراءة الفاتح وما زاد عن الفاتحة فهو سنة يقرأ الإنسان ما تيسر من القرآن الأمر الثاني الأصل أن الإنسان يقرأ ما تيسر له هذا هو الأصل إلا في المواطن التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ فيها النظائر النظائر أو بعض السور مثلا وليزم أن تكون من النظائر فمثلا في فجر يوم الجمعة فجر يوم الجمعة ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة السجدة ألف لام ميم السجدة وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة هل أتى على الإنسان هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام لذلك العلماء يقول هذا من نظائر القرآن في صلاة الجمعة كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعة الأولى يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة سبح اسم ربك لعلى وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بهل أتاك حديث الغاشي وثبت عنه أيضا صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة الجمعة في الركعة الأولى بعد الفاتحة وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة المنافقون كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر السنة قبل الجمعة بسورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون قلوا الله أحد وقرأها أيضا في الركعتي سنة المغرب البعدية صلى الله عليه وسلم هذا يسمى نظائر القرآن وما ذكره الأخ أبو خالد من بعض الأئمة هدان الله وإياهم أنهم يقرؤون يوظفون بعض السور في غير المواطن التي قرأ فيها النبي عليه الصلاة والسلام هذا غلط هذا غلط ولذلك أنا أنصح أخواني أئمة المساجد أن يتفقهوا وأن يتعلموا وأن ينظروا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام فللأسف الشديد يوجد بعض أئمة المساجد ليلة الجمعة في صلاة العشاء دائما يقرأ سورة الجمعة وكأنه ينبه الناس إلى أن غدا يوم الجمعة والناس يدرون أن يوم الجمعة غدا فما فيه داعي طيب السؤال هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يوظف هذه السورة في ليلة الجمعة يقرأها كل جمعة الشواب الآن ما فيه طيب أيضا يأتي بعض أئمة المساجد فيقرأ سورة هل أتى على الإنسان في فجر يوم الجمعة فقط دون سورة السجدة دون سورة ألف لام ميم السجدة وهذا غلط أيضا وبعض الأئمة أيضا يخطئون فيقرأون سورة السجدة يوزعونها على الركعتين هذا غلط طيب ما هو الصح الصح أني أقرأ وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام أو أترك كيف أترك يعني ما أقرأ ما أقسم السورة بهذه الطريقة أجي سورة السجدة أقسمها إلى قسمين في الركعتين وأترك سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر لماذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك فإما أن تقرأها على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام أو تترك تقرأ غيرها تقرأ غيرها من السور سورة الجمعة تقرأها في سلاة الجمعة هي والمنافقون هي وسورة المنافقون أما أنك تأتي يوم الجمعة كل فجر يوم جمعة تقرأ سورة الجمعة أين الدليل فأنت الآن وظفت قراءة سورة حتى أنك أنت تعتقد ومن خلفك يعتقد بأن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام والواقع أنها ليست سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك إخواني حتى وإن كانت القراءة بعد الفاتحة سنة لكن مهم جدا أن ننظر في هدي النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ و لأجل هذا يتنبه الإنسان حتى بعض الخطب الآن بعض الخطب الآن يأتي فيقرأ آيات موافقة للخطبة و هذا غلط النبي صلى الله عليه و آله وسلم كان يخطب في موضوعات متعددة و ما كان يأتي بآيات موافقة للخطبة حينما يصلي كان يقرأ سبح في الأولى بعد الفاتحة و الغاشية في الثانية بعد الفاتحة أو سورة الجمعة في الأولى بعد الفاتحة و المنافقون في الثانية بعد الفاتحة هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام و لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول إن خير الكلام كلام الله و خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه و آله وسلم فإذا تقول والله أنا جماعة المسجد يشق عليهم قراءة سورة السجدة في الركع الأولى و الإنسان في الركع الثانية انتقل إلى سور أخرى و لا تلتزم سورة بعينها إلا ما التزمه النبي صلى الله عليه و آله وآله وسلم هذا هو الاتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو خالد من عمان يقول والدي توفي وأرسلت له حجة وعمرة ويقول ناوي السنة هذه أنا أعتمر وأجعلها عمرة للوالد ما حكم ذلك أبو خالد بارك الله فيك إذا كان سؤالك أنك تريد أن تعتمر الآن عن الوالد تهب العمرة للوالد وأنت سبق أنك أرسلت عمرة ما فيه بأس بشرط تكون أنت قد اعتمرت قبل فإذا كنت اعتمرت قبل أسقطت الواجب العمرة الواجبة يجوز لك أن تعتمر وأن تهب ثواب العمرة للوالد هدى من دبي تقول بالنسبة لي في كتاب الطهارة تقول يعني قراءنا لا يجوز الأكل في آنية الذهب والفضة تقول بعض الأواني والصحون مطلية بالذهب هل هذا يدخل في التحريم أختي هدى بارك الله فيك نعم الجواب بأنه يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وكذلك الآنية المطلية بالذهب والفضة فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تأكلوا لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في الصحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من شرب في إناء ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم نعوذ بالله من ذلك وهذا يشمل الآنية الخالصة من الذهب والفضة وكذلك الآنية المطلية بالذهب والفضة أبو محمد من الكويت يقول يعني أنا بنيت دار قرآن في دولة عربية يقول اشتكوا بعد ذلك الناس قالوا بأن المكلف في الدار لحفظ الناس يأخذ عليهم رسوم يقول الرجل صالح وطيب ما الحكم يقول أنا قلت له ما لي علاقة أبو محمد بارك الله فيك وأحسنت ومع للمحسنين من سبيل وكتب الله أجرك واجعل هذه الدار إن شاء الله في ميزان أعمالك يوم القيامة وما دمت تثق بهذا الإمام وترى فيه الصلاح فلعل الإمام أراد أن يبين للناس قيمة هذه الدار أو أراد أن يجمع مبالغ رمزية حتى يعني يستعملها في صيانة دار القرآن أو شيء من هذا القبيل وممكن خطوة تبذلها أبو محمد تتصل فيه تقول لها الرسوم هذه لأي شيء تأخذها حتى يطمئن قلبك وأيضا تطمن الناس اللي يتصلون فيك فإذا قالك والله أنا قصدي صيانة للدار قصدي كذا وكذا طيب إذا قال لا أخذها لي قل له لا سامحني خلاص أبو محمد من الكويت بارك الله فيك يجوز لك جعل القرآن مفتوح أثناء صلاة السنة ما في بأس ولله الحمد والمن انتهى وقت البرنامج وانتهت الأسئلة ألتقيكم غدا على خير بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا